اختتمت بأعدن أعمال المخيم الطبي لأمراض الفم والأسنان الذي نظمته مبادرة بصمة طبيب على مدى يومين بمناسبة اليوم العالمي للسرطان واستفاد من خدمات المخيم 312 حالة من الأسر النازحة والفقيرة بمحافظة عدن تم اكتشاف ثلاث حالات مصابة بسرطان الفم والأسنان وعشر حالات بالتهاب حاد قد يتطور لمرض سرطان وخلال الحفل التكريم الذي أقيم تحت شعار احمي فمك أكد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر رصور وعميد كليات طب الأسنان الدكتور محمد السقاف أهمية المبادرات التطوعية وما تمثله من دور فاعل في رفع الوعي المجتمعي بمختلف المناطق والأحياء السكنية والمدارس العامة